الغول والأخوات السبع سبع صبايا في قصبايا اللوذ اللوذ ولا كلهم تقول القصة وحسب ما ذكر بلهجة تونسية أن رجلا فارقت زوجته الحياة ودركت له سبع بنات جميلة وفي يوم من الأيام المعتمة حيث الغيوم تخفي شمس النهار قرر الرجل الطيب الرحيل لأداء فريضة الحج وتقول الحكاية أنه حاول توفير كل ما يلزم من طعام وشراب وحطب ليكفي الفتيات طوال فترة غيابه ولأنه كان يحرص على سلامتهم قام بربط كلب أمام باب البيت مصيام بناته بالحذر وعدم فتح الباب لأي زائر غريب وفي ليلة من الليالي استيقظ الغول يبحث عن طعامه وقد سمع الغول من أهل القرية بسبع صبايا جميلات وحدهن بالبيت دون حارس لهن سوى الله وبينما يسير الغول نحو بيتهن كان يغني سبع صبايا في قصبايا إن لود إن لود وناكلهم ثم تفاجأ الغول برد من الكلب الذي يحرص البيت قائلا سيدي وصاني عليهم والله والله ما تذقهن فرد الغول مرعوبا يتمتم بخوف يا كيدي على ركبي ينبح الكلب عليه وبعد هذه الحادثة هم الغول لمحاولات وحيال ماكرة للإمساك بالصبايا دون أن يتضرر من حارس بيتهم الكلب فتنكر في اليوم الثاني بزي امرأة وطرق الباب مدعيا أنه خالة الفتيات المسكينات التي رفضنا فتح الباب طاعة لأوامر أبيهم الغائب وفي محاولة أخرى قام الغول بالتالي في عن نفسه مدعيا أن والدهما رغب في زيارة الخالة لهن لكن الكلب يحول دون الوصول إليهم فرد البنات وأشرنا على الخالة العودة في الليل للمبيث مع هن راحت أصغر الأخوات تنبه الأخرايات بأن الطارق ليست خالة هن وأن أحدا من والدهن لم يذكر ذلك من قبل هجمت الفتيات الصغيرة المسكينة ثم قمنا بذبح الكلب ورميه في الشارع هنا تكرر القصة ما يردنه الغول من غناء وهو في طريقه للبيت والمفاجأة كانت رد الكلب الميت من نفس الكلام وهكذا توالت الأحدى حيث أمرت الخالة الفتيات بحرق جثته لكن أصغرهن أخفت أذني الكلب في مكان ما داخل البيت لم يفلح الأمر حيث الغول لا زال يسمع الكلب يردد سيدي وصاني عليهم والله والله ما تذوقهن حتى تم دفن وردم رماد الكلب في حفرة عميقة جدا تزامن الأمر مع عودة الأب الصالح من الحج وتهافتت الفتيات المرعوبات تحكين له عما حدث ففهم الأب أنه الغول مباشر في حفر حفرة عميقة أمام باب البيت وأخفها بحصير ثم ونع الطراب عليه جاء الغول يغني سعيدا بدفن رماد الكلب ولم يكمل كسر باب البيت حتى وكان قد وقع في الحفرة العميقة دون رجوع